تطلق عشرات الطلقات المدفعية لساعة طويلة من الليل في بلدة ماليزية نائية في تقليد ضارب في القدم احتفاء بحلول عيد الفطر وعلى مدى عقود استقبل القرويون المسلمون المنتمون إلى شعوب الملايو في كامبونغ تالانج عيد الفطر بإطلاق طلقات من مدافع محلية الصنع وفي واحد من المواقع الستة التي تواجه حقلا للأرس خارج مدينة كوالا كانكسر التاريخية حول 13 أنبوبا من الفولاذ إلى مدافع موجهة نحو السماء فيما يقف شباب مع مشاعر بانتظار الإشارة لإشعالها وليصنع تلك المدافع التي استخدمها عمار وبقية مطلقي المدافع في القرية يستعان بأنبيب دخ الرمال التي تطلى بمواد مضادة للصدق وتزين بشعارات أندية لكرة القدم وشعارات أخرى وهذا العام حضر ألاف الأشخاص لمشاهدة عملية إطلاق المدافع التي يزيد عددها عن 80 مدفعا والتي بقيت شغالا من ليل الثلاثة حتى صباح الأربعاء ترجمة نانسي قنقر